إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا وأخطأت خطأ وهذا السفر على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ وليس الشيخ هو بالجانب بيته ولا الشيخ يأتيه هو يسافر سفرا طويلا حتى يحفر تحيا أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام فقط كنت أتحايل عليه كان أول يومين يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه ثلاثة أيام وكان يوقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان أفعلها الله أحب في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا نعم ولكني سمعت أنك الفريدي شوي أحب الحمد لله ربنا ألعب علي أهو شهل مني من البصر سبحان الله الحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي بصر لا تريد أن يرجع الله لماذا؟ لماذا؟ لعلّا يكون ليحنجته عند الظاهر في هذه القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب وأقف بين أديك وخائفا متوجدا يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عني فالله يدخل من يشاء فيه رحمته ولكنه ألعب علي بقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي أذهب وحدي فقط وليس معي أحد لكن أبي يخف علي تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ فالحمد لله على كل حال ما شاء الله يا شيخ معاذ أنا علمت أنك عندك قاعدة لبلو القيم نعم ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم ورحمه الله ما أغلق الله بابا لعبدي بحكمة إلا فتح له بابا لعبدي يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنت فقدت البصر؟ لا 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 في الصغر يعني البعض يشعر بنقص؟ في الصغر كنت أغضب لن أكذب عليك نعم كنت أغضب وأحياني لكن الآن الحمد لله لا أغضب فهذا قضاء الله هو قدر نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهم الجنة ناسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوسة اللهم أعلم فرد همومي ونشرح قلبم هموم لما تليتك كل الأحزان فرد يا محكم القرآن يا مسكم ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرر برت همومي ونشرح قلبم هموم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة